مرة أخرى تعود الأسلحة ناوية إلى الواجهة في روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية تحدث عنها بوتن ومدفيدف واليوم يخل الدور على سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسية ليدلي بدلوه في هذا الملف لفروف قال إن امتلاك بلده أسلحة ناوية هو الرد الوحيد على ما وصفه بالتهديدات الأمنية التي تتعرض لها روسيا وحلفاؤها وفي تصريحات صخفية جدد لفروف التفكير بصوبة الاستخدام المحتمل للسلاح الناوي مشيرا إلى أن العقيدة العسكرية الروسية في مجال الردع الناوي ذات طبيعة دفاعية حصرية وضمان لسيادة الدولة الروسية شدد كبير الدبلوماسية الروسية على ضرورة الحفاظ على إمكانة القوات الناوية عند الحد الأدنى الضروري مشيرا في هذا الصدد إلى أن تطورات الوضع حول أوكرانيا أكدت صحة مخاوف موسكو في هذا المجال وبالرغم من كونها سلاحا يضمن الأمن الروسي بحسب لفروف فإنه أعاد تأكيد ضرورة استبعاد اندلاع أي حرب نووية حيث لا خاسر فيها ولا منتصر ولأن الوقاية خير من العلاج فإنه يجب منع أي مواجهة عسكرية بين القوى الناوية التي قد تتطور أو تنتقل إلى مستوى انتصادي لا يمكن السيطرة عليه حيث لن تقبل موسكو أو غيرها من العواصم الناوية أن تهزم في حرب تقليدية هكذا تحدث لفروف مختتم الحديثة بتأكيد ضرورة تمسك القوى الناوية بأقصى دراجات ضبط النفس